السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريقة عمل الخبز العقيب خطير بصراحة مكوناته سهلة وبسيطة وأنواع دقيق مفيدة جدا ومعروفة تفيد القسم بالطاقة والحيوية إن شاء الله في البداية أتمنى لا تنسوا الدعم والاشتراك لهذه القناة حتى نستمر معكم إن شاء الله بما هو قديد ومفيد إن شاء الله للجميع الخبز بصراحة خفيف وإعداده سهل جدا أتمنى تقربوه أتمنى إذا أعقبكم هذا الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك حتى ينتشر بطريقة أسرع وأسهل في البداية يجب أن تتوفر لدينا المقادير التالية أول شيء عندي كوبين من دقيق القمح الكامل وكوبين من دقيق الدخن وكوبين من دقيق الشعير هذه مكونات الدقيق وعندي ربع كوب أو أقل من ربع الكوب زيت الزيتون أضعه على الصحن أو الوعاء اللي بخلط فيه المكونات وعندي ملعقة صغيرة من الملح أضيفها أما بالنسبة للماء أضيف بالتدريج أضيف الماء والدقيق بالتدريج في البداية أضيف إثنين كوب وبضيف إثنين كوب من الدقيق وبعد كذا أستمر أضيف كوب دقيق كوب ما حتى أحس إن الخليط وصل إلى المرحلة المطلوبة أحط لكم إن شاء الله المقادير كلها بصندوق الوصف هنا أضفت أول كوب من الدقيق الشعير وأحاول أخلط الخليط جيدا حتى ما يكون فيه هناك كتل هذا أهم شيء طبعا الخليط ما فيه خميرة لأنه خبز سريع التحضير ما يحتاج خميرة مثله مثل خبز الطاوة ممكن تضفوله خميرة لكنه بيتغير ما راح يكون خبز مثل ما هو بالفيديو هنا أضفت كوب ما آخر بيصبح الخليط قريب للحوح وأضفت كوب من دقيق الدخن واستمر بالخلط وأضيف كوب آخر من الماء وأستمر أضيف الكوب الآخر من دقيق الدخن صراحة الخلطة هذه فيها نكهة لذيذة جدا والخبز يتقدم مع جميع الواجبات ممكن تخبز خمسين إلى مئة خبزة وتضعوها بالفريزر ومتى ما حبيتوا تطلعوها وتسخنوها هنا بضيف كوب آخر من الماء وبضيف كوب من دقيق البر أو القمح الكامل طبعا الخليط هذا اللي قدامكم يكفي خمسين خبزة إلى ستين خبزة فالخليط ما شاء الله فيه بركة قربوه لا يفوتكم أبدا شوفوا ستة أكواب تسوي ستين خبزة هنا بضيف كوب من الماء إن شاء الله بحط لكم جميع المقادير بالتفاصيل بصندق الوصف هنا أضفت آخر كوب من الدقيق لكن الخليط ما زال عندي ثقيل فيحتاج ماء وهم شي القوام هنا القوام ثقيل هنا القوام شبيه بقوام الكيك لكن أنا أريده يكون أخف من كذا هنا أضفت كوب آخر استمر بالتحريك الخبز خفيف على المعدة بنفس الوقت ينأكل مع أي وجبة هذا القوام المطلوب للدقيق شوفوا ما شاء الله أخف من خليط الكيك بشوي هنا أضفت الكوب الأخير حتى يصبح الخليط بهذا القوام هذا القوام يكون مضبوط على الآخر إن شاء الله أهم شي الكتل هنا بعدما خلصت من خفق الخليط أضعه على القالب هذا قالب المصابيب متوفر في محلة الأواني المنزلية أو متوفر على سوقكم بصراحة القمع هذا مفيد جدا وعملي خاصة في الخبز هذا أو المصابيب أو الأنواع الثانية هنا عندي الصاق يجب أن يكون ساخن أرش عليه زيت الزيتون أو أي زيت يدهن الصاق ما تحبه أنا عندي هنا بخاخ زيت الزيتون متوفر في الأسواق الكبيرة وبعدما دهنت الصاق بزيت الزيتون نزل الخليط بهذا الشكل يجب أن ينزل الخليط بهذا الشكل ممكن تستخدموا البراد إذا لم يتوفر هذا القمع تستخدموا براد الشاه وصبوا من فم البراد بهذا الطريقة طريقة مقربة وناجحة إن شاء الله هنا الخبز يستوي سريع ممكن تخبزوا بنصف ثلاثين إلى أربعين خبزة ما يأخذ له دقيقتين شوفوا النار هنا صغيرة الخبز يستوي سريع النار تكون هادئ علشان يستوي مضبوط أول ما ينشف الخبز من فوق نقلبه على الطول تقريبا بعد مرور أربعين ثانية نرش بالقليل من زيت الزيتون على طول الخبز متماسك لا تقلقوا أبدا شوفوا ما شاء الله يا سلام الخبز ما يأخذ دقيقتين بالكثير فممكن الصج هذا تسوي فيه أربع خبزات يقب أن تكون الخبزات بهذا الحج علشان ما تفتك معاكم الحجم هذا مناسب قدا هنا ما شاء الله قرب الخبز يستوي ممكن تخلوه مقرمش أكثر إذا تحبوا تخلوه على النار شوية زيادة شوفوا هنا ما شاء الله كيف الخبز مستوي على الآخر ممكن تضفوه له حبة البركة إن أحببتم ذلك وهنا يا سلام صار جاهز أرفعه على صحنة التقديم يجب أن نبعد الخبزات في البداية علشان تبرد وما تلسق على بعض وهنا أستمر بنفس الطريقة أضع رشة من زيت الزيتون ونزل الخليط مباشرة كذا تمام وهذا شكل الخبز النهائي ما شاء الله تبارك الله تقريبا ستين خبزة من الخليط ولسه متبقي من الخليط شوي لا يفوتكم أبدا أتمنى تجربوه ممكن تخبزوا الكمية هذه وتضعوها بالفريزر خبز خفيف وينفع إن شاء الله لمن يتبع نظام غذائي أو رقيم لكن بكميات خفيفة وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى تجربوه والسلام عليكم ورحمة الله